أنا بسمي حلقات يوم الاتنين دي حلقات الاحتياطي الإنساني في حياتنا الحلقات اللي احنا أطلقنا عليها يلا نبني ده الاحتياطي اللي يكون لمستقبل ده المدخرات اللي احنا بندخرها ده الاستثمار اللي احنا بنتثمره في أولادنا وأقول لكم حاجة الحلقات دي صحيح بنتكلم فيها عن قضايا خاصة أولادنا وازاي نبني الإنسان فينا بس أقول لكم معادلة مهمة جداً أنا بحبها في التربية إن التربية تربية تبادلية ما تكونش التربية فقط من إن أنا أربي أولادي لكن أنا كمان بترب معهم عارفين ليه؟ لأن التربية عندنا لما نزعناها من مفهوم التسكية ما بقيتش تربية التربية في الأساس هي دخلة من مفهوم ونفسنا وما سواها فألهامها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها إحنا بنزكي أنفسنا عشان نفلح مش نفلح في مجال العمل بس ولا نفلح في العلاقة ما بين الأب والأم لأ نفلح في حياتنا كلها وعشان كده ما ينفعش إن نخلي التربية في وادي والتسكية في وادي التربية جزء من علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وعشان كده النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جداً جداً مش هتحصل غير لما يكون الأب والأم والأولاد كلهم حسين إن بيجمعهم حاجة واحدة اللي هي الأسرة؟ لا إنهم عبيد لله أولادنا وبناتنا كتير بيقولوا إن أهلنا مش فهمنا وأهالي كتير بيشتكوا إن أولادهم مش بيعتبروا كلامهم ولا بيهتموا بكلامهم ولا بيسمعوا كلامهم وبساعات كتيرة بيشتكوا إن هم بيعندوهم ويتمردوا عليهم ومش بقدر إن أنا أقول لهم حاجة لإن هم مصرين على إن هم مش قادرين يتفاهموا وده صح إن فيه تفاهم مفقود ما بين الأباء والأمهات من جهة والأولاد من جهة تاني أوقات طرقتنا في الحوار مع أولادنا مش بتساعدهم على إن هم يخرجوا أجمل ما فيهم لما بننتقد كلامهم لما ما بنهتمش بكلامهم لما بنهمشهم بنسكتهم وبنخرصهم ساعات ونقول لهم مش عايزين نسمع صوتكم لما نبكتهم ويوصل التبكيد ده لأغلص الكلام ويمكن نسخر كمان من كلامهم وكمان لما نحاول كمان نقارنهم بغيرهم كل ده ما بيكونش هو ده الطريق اللي رسمونا حضرة النبي لما قال ليس مننا ما لم يوقر كبيرنا ومندخلها في الحديث ده ونوقف عند ما ليس مننا ما لم يوقر كبيرنا وننسى كمان ويرحم صغيرنا أنا ما أظنش إن دي طريقة فيها رحمة ولحد ما تتكون عند أولادنا في بعض الأحيين إيه اللي حاصل ولزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفقه في شيء إلا زانة وما نوزع من شيء إلا شانا ويتكون عند أولادنا بطريقة الحوار اللي احنا بنعملها ده حواجز نفسية للكلام معانا ليه بقى؟ عشان خفهم إننا نحكم عليهم وإننا ما نقدرهمش وما نفهمهمش وخفهم من قلة الاهتمام وخفهم من التسلط اللي احنا بنمرسوا عليهم وخفهم من الرفض بالمناسبة عشان بس تفهموا الجيل اللي احنا بنعيش معاه وأولادنا مش ممكن أبداً أبداً يفهموا حاجة اسمها التسلط لكن يفهموا حاجة مهمة جداً جداً اسمها إيه؟ اسمها المشاركة اسمها التفاعل ولذلك اللي بنتكلم عنه النهاردة في التفاهم بيننا وبين أولادنا لازم نعرف حاجة أساسية إن أكتر حاجة بتبني التواصل والثقة ما بيننا وبين أولادنا هو التفاهم ولذلك تفاهمنا مع أولادنا مش هيكون بس إن احنا نتحاول دائماً إلى مصدرين المعرفة ليهم وعشان كده كل الأباء اللي فضلوا مستشارين لأولادهم بعد ما كبروا هم اللي زرعوا وأولادهم لسه صغيرين زرعوا بزور التفاهم واعتنوا بأولادهم يعني إيه اللي حصل؟ اللي زرعوا بزور التفاهم هم اللي فضلوا مستشارين لأولادهم لما كبروا بأم شباب مش بس بأم شباب بأم أباء وأمهات هم اللي كانوا زرعوا في أولادهم وهم مزايرين التفاهم في أشياء كتيرة بتمنعنا من الوصول للتفاهم مع أولادنا أول حاجة خفنا الزائد بيخلينا شديد الحذر فنبقى متسرعين في الأحكام على الأمور ومش عايزين نناقش وإنهم لازم ينفذوا كلامنا وإحنا ظنين إن دي حاجة الوحيدة اللي هتحافظ على أولاد نسرع في الأحكام لإن دوت هيحرق مسافة ويخلينا بسرعة نواجه المخاطر عشان أولادنا ما يتعرضوش لخطر فنسرع في الأحكام عليهم وكمان إحساسنا بالتعب في بعض الأحقي إحنا تعبنين ومنهكين فمش قادرين نطول بالنا أنا مش فضيلك أنا مش ناقص منهدة مع إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان للصحابة لما يتكلم معاه كان إيه اللي يحصل يسيبه لذلك لدرجة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيين كان من كتر التعب ممكن يغلبه النعاس فيوقف الصحابة الصحابي عشان يكون رفيقا بالرسول الله يقوله دعه حتى ينتهي من كلام اختلاف نمطنا كمان نمط شخصياتنا مع أولادنا اللي إحنا ساعات بنسميه غلط إن ده اختلاف أجيال لا ده واختلاف في أنماط الشخصيات فعلشان كده مش فهمينهم مش قادرين نتواصل معاهم تواصل جيد ولذلك لكن تفضل أكتر حاجة تطمن الأباء وتريح بالهم وتطمنهم كمان على أولادهم وتخليهم يحسوا بالود والدعم والسند هو حسن التفاهم عتفضل الحكاية دي هي اللي بتخلي الأولاد يحسوا بالأمان وعلى فكرة أسهل طريقة يتعلم أولادنا من خلالها هي الأخلاق والإقبال على الله وهي دي طريقة التفاهم معاهم بداية من اهتمامك بنظرتك ليهم وملامحك وسماعك وردودك عليهم وكل الحاجات دي بيكون من خلالها أولادنا شايفين إنسان حقيقي مش إنسان بيكذب إنسان وهو بتكلم معهم حاسس باهتمامه باهتمام بيهم حاسس أنه بيتعامل مع بنا آدم كل ما تعملت مع أبنائك على إنهم بناء أدمين كل ما حسوا إن انت فعلا إنسان يمكن أن تكون مصدر للمعرفة ومصدر للحكمة هقول لك حاجة إنت ليه ما بتطبقش مع أولادك الناس كأسنان المشط ليه مش بتتعامل مع أولادك بفكرة السواسية إنهم زيك عبيد لله وإنهم كمان من حقهم إنهم إذا كانوا مش فاهمين حاجة أو مش شايفين الحاجة منطقية إنهم يعترضوا عليها ليه شايف إن ده مش من حقهما إن ربنا ادى لهم الحق ده لما خلاهم أصحاب عقول ليه مش شايف إن أولادك إنهم بيتولدوا أنقى مننا وبيستمنوا أنقى مننا لغاية ما نعلمهم الخبس والمهك ليه مش متصور إنهم ممكن إن ديجيله فكرة منورة من عند الله وعشان كده كتير من العناد ومساوي إلى أخلاق والأفكار خير الرشيدة بتروح من عند أولادنا لما يبقى فيه لغة تفاهم حقيقي بيننا على قدم المساواة الأب اللي بيتعامل مع أولاده إن أنت من حقك يا ابن تتكلم زي ما أنا من حق أتكلم الإبن ده بيحس بشكل كبير جدا جدا إن هو منتمي إلى هذا البناء آدم لأنه شايف إن ده بناء آدم يستحق إن أنا أتكلم معه التفاهم من أكتر العوامل المؤثرة في بناء شخصية أولادنا وقدرتهم على التفاهم والتواصل بتتبني من تفاهمنا وتواصلنا معهم هو ده اللي بيساعدهم على إنهم يسقوا بنفسهم ويعبروا عن نفسهم أنا فأعرف إن أنا كل ما بتكلم كل واحد فينا بيشاور على قد إيه هو تعامل بمخلفة أو بموافقة للكلام اللي أنا بقوله مع أولاده وإزاي الثمرة كانت بعد كده بقت مشكلة على فكرة لما ما بيتفاهموش بيتحاولوا إلى متصرعين وأنا عايز أقول لك مين اللي قال لك إن عدم تفاهمك مع ابنك أو مخلفتك ليه ليه يحاولكم إنتو الاثنين إلى متصرعين ومن التالي إلى إنه يحس بالخزلان فينسحب من عندك ومنبقاش عنده لمسابرة ولا محاولة ولا تجربة عشان يوصل للحلول والمشكلات لازم يبقى عندهم شجاعة ومرونة وعندنا ما يوصلهم إلى هذه الشجاعة والمرونة ويخليهم يحبوا الحياة كل ما كان فيه تواصل وود بيننا وبين أولادنا على فكرة أنا أستطيع إن أنا أفهم من قوله تعالى وجعل بينكم موادة ورحمة وإن الأولاد بيننا ممكن الأولاد دي الكؤوس اللي ربنا بيحط فيها الموادة والرحمة كل ما نتفاهم وكل ما كان أولادنا عندهم موادة ورحمة كل ما كان الكلام ده تواضح واضح ده في سلوك حضرة النبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعامل مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وإزاي كان بيقبلهم ما بين عينيهم وستنا فاطمة اللي اتسمت أم أبيها من كترة علاقتها الودودة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والطفلة اللي تمشي مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في طرقات المدينة بتدمر تفاهمنا مع أولادنا أول شيء عدم تدفيه الأحلام والأفكار بتاعتهم ما ينفعش أن أنت بتتعامل مع ابنك زي طول الوقت تشوفه تافيه ثم بعد ذلك أنت عايز تحطه تحطه في مكان الرجالة ولا أن أنت تعتبر بنتك دي إنسانة ميعا وميسا وبعد كده تجي تطلب أنا آسف يعني إذا كانت التعبيرات دي بتتقال إزاي تطلب منها أن تتحمل مسؤولية بيت لكن تشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه لمشاعر تفلي صغير لما عصفور بتاعه يموت فيجي رسول الله يتطمن عليه فيقول له يا أبا عمير ما فعل أنه غير النغير اللي هو عصفور فرسول الله بيتطمن عليه وبيباسيه في موت عصفور كمان لازم ببساطة يجب أن نحاول إن إحنا نفهمهم ونطرك الأحكام عليهم مش معقولة طول الوقت عادين نحكم على أولادنا نحكم على أولادنا لأن إحنا خايفين إن هم يصدر منهم حاجة غلط فبنحكم عليهم فيحسوا دايماً إن هم في حالة اتهام تالت حاجة لازم نتوقف عن مقارنتهم بينا على فكرة إحنا مش داخلين في إن هم إذا كانوا مطبقين لنا فيبقوا مطبقين للمواصفات وإذا كانوا مخالفين لنا يبقوا مزيينة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن غير سيدنا الحسين غير سيدنا غير ستنا السيدة فاطمة وصحابة رسول الله كلهم كانوا مختلفين ده ما يقلقناش وكل واحد فيهم كانوا أخذ جانب من جوانب أنواره ورشف من كأس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش إن احنا نعمل كده فبلاش نقارنهم أنا وإنت وما نخليش بيننا هذه المقارنة اللي تتحول بعد كده لإنه هو لو خلفني يبقى فيه صراع اوعى كمان رابع حاجة مهمة أو ده اوعى تخلي الخلاف اللي ما بينك وبين أولادك ده خلاف على القيم ده مش صراع قيمي أبدا ده مش انتو مش مختلفين على القيم انتو مختلفين في طريقة تعاملكم مع الأشياء وطريقة تعاملكم مع الحياة لما تيجي تعامل ابنك على إنه هو مخالف لك لإنه مخالف لقيمك هتبقى مشكلة طب عشان نوصل بقى للتفاهم جينا المرمط الفرس بقى محتاجين إيه محتاجين شوية حاجات أول حاجة محتاجين نفهم أولادنا ونفهمهم زي ما هم محتاجين زي ما هم بيتكلموا نفهمهم فاهم يطمنهم ونختار وقت مناسب نكون مركزين فيه واحنا بنظهر اهتمامنا ونشغلش ما ينفعش انتو بتكلم أولادك تقعد تلعب في الموبايل وتقول له قول قول وكأنه هو ده المقدار اللي هو بيستحقه طفل صغير ولا ده المقدار المستحقه واحد مراهق وبقيت التركيز ده ما فيش معنى يبقى هو المراهق هو والموبايل ياخدوا الاهتمام بتاعك ما يصحش على فكرة قد يكون دوت من من مساوئ الاخلاق ابنك زي وزي اي حد لازم تحترمه على فكرة ابنك داخل في قول تعالى ولقد كرمنا بني آدم ده مكرم طريقة تعاملك معه بهذه التفاهة قد توقعك في الحرمة ان انت بتنتقس من بني آدم لا يسخر قوم من قوم ابنك ده ممكن يكون احسن منك احسن منك عند الله فما ينفعش تسخر منه وما ينفعش تتعامل معه بهذا الازدراء ولا بهذا الاهتمام تاني حاجة لازم نتفاهم اولادنا يعني ايه شوف فاهمه نفاهمه من زي ما هم بيتكلمه من زي ما احنا خاوفين خايفين ان هم يتكلم يبقى اول حاجة نفاهمهم تاني حاجة نتفاهمهم ندور على الاسباب ودوافع كلامهم ونعرف مشاعرهم انا اعرف ناس كتيرة لغاية دلوقتي ما يعرفوش مش عارفين الجيل الجديد بتاعنا ده ولا عارفين بيفكروا ازاي ولا عارفين ان كل حاجة عندهم نسبية ولا عارفين ان هم بيتعرضوا من مخاطر ايه تالت حاجة احنا لازم نتفاهم يبقى انا فهمته زي ما هو اتكلم وتفهمت دوافعه وتفهمت التغيرات اللي في نفسه وبعدين نتفاهم اذا اختلفنا نقعد لغاية ما نوصل لحاجة مشتركة نقدر نعملها خلي بالكم اولادكم لما بيكونوا قفلين على نفسهم وقعدين في القوضة ما بيكونوش فاضين وما بيعملوش حاجة لا ده عندهم حاجات كتيرة جدا جدا بس هم خايفين يجوا يكلمون احنا بقى عندنا مواطن مهمة جدا في التفاهم محتاجين ننتبه اليها مواطن الاخطاء احذر لما يجي لك ابنك وغلطان انه ويجي يكلمك عن غلط عمله تبكته وتقول له انت جاي عشان انا اساعدك وانت غلطان فتيقسه خلي بالك مواطن المشكلات ما يجي لكش وهو وقع في مشكلة وبيمر المشكلة وتفضل تلومه وتفضل تعجزه وتفضل تقوله انت مش تقدر تعمل حاجة ماينفعش المواطن التالت اللي احنا لازم نهتم به مواطن مهم جدا مواطن الاختلاف مواطن الاختلاف لما اختلف مع ابني لازم اكون رفيق شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ازاي بيتعامل مع المختلفين ليه وازاي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع حتى المتجرئين عليه يبقى احنا لازم نراعي ده كويس جدا 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 في شوية اجراءات اول اجراء لازم نعمله عشان نقدر نعمل ده لازم نخصص وقت خاص لأولادنا كل اسبوع نتكلم معهم ونختاره لهم الوقت ده والوقت ده وتيكون مهتمين به لازم لما نتناقش مع أولادنا في موضوع دي تاني اجراء اسني على افكار وما ابني عليها مش اعتبر ان الكلام كله لازم يكون من عندي لازم اختار مهارة يتعلمها اتعلمها عشان اقبقى اشاطر في التعامل مع اولادي في تبادل الافكار لازم نعمل كده عشان نقدر نتعامل مع اولادنا والمهارة دي مهم جدا اتعلمها عشان اقدر اتبادل المعرفة مع اولادي